في قول النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٍ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا ما المراد بقوله فيسبق عليه الكتاب الكتاب المقدر الكتاب القدر هذا مقدراً أنه من أهل النار فهو يعمل بالطاعات لكن يختم له بالكفر فيدخل النار لأن العبرة بالخواتين وهذا يعمل مكتوباً أنه من أهل الجنة فيعمل بالكفر طول حياته قبل يموت قدر الله أنه تاب توبة صحيحة ومات على التوبة فيدخل الجنة الأعمال بالخواتيم هذا يعطي الإنسان أنه ما يغتر بعمله يعطيه أنه ما يغتر بعمله ويعجب بعمله يجزم لنفسه أو لأحد بالجنة وكذلك لا يحكم على الناس بالنار ولو رأى منهم ما رأى لأنه ما يدري عن خواتيمهم لا يدري ما يختم لهم في بعض روايات الحديث فيما يظهر للناس يكون هذا في المنافق أن الحديث يعني المنافق ولكن كما ذكرنا الحديث يدل على أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان لا يغتر بعمله أو عمل غيره ويحكم بالجنة لأنه ما يدري ماذا يختم له ولا يحكم على الناس بالنار وإن فعلوا ما فعلوا يعني على المعينين لا يحكم لمعين بالنار لأنه ما يدري ما يختم له كم من كافر تاب إلى الله عند الموت فقبل الله توبته دخل الجنة لا